التغير المناخية هم كبير أصبح يشغل الكثير من دول العالم لما له من آثار سلبية مدمرة حيث يتخذ أشكالا عدة كالعواصف القبارية وهبوب الرياحة إلى جانب التحول في درجات الحرارة هذا المحور أخذ حيزا كبيرا من المناقشة في الملتغى الجغرافي العاشرة الذي حمل عنوان التغير المناخي وإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية هذا الموضوع الشغل الشاغل لكثير من دول العالم والكالي يعرف أنه الآن خلال العقود الثلاث الماضية صار في تغير واضح في المناخ وارتفاع درجات الحرارة على مستوى سطح الأرض مما يترتب عليه التغيرات المناخية المألوفة الآن على مستوى كل دول العالم والكويت هم كذلك أحد هذه الدول التي تعاني بشكل أو بآخر من هذا التغير المناخي أبرز الآثار السلبية هي من ناحية مثلا إذا في التخطيط الحضري من ناحية وجود السيول اللي ممكن اللي شاهدناها في نوفمبر 2018 الآثار السلبية للتغيرات المناخية اللي هي زيادة في التصحر هذا التغير لم يعد يؤثر على الجوانب الاقتصادية والبيئية فقط بل أصبح عاملا يهدد صحة الإنسان بالإضافة إلى الشواطئ البحرية تغير درجات الحرارة عالميا شنو تأثيرها على شكل مباشر وغير مباشر على صحة الإنسان نعرف التغير المناخي والتلوث اللي قاعد ينتشر ما يعترف بالحدود السياسية فانتقال التلوث هذا على الدول الثانية ينقل معها أمراض مختلفة التغير خط الشاطئ في عوامل كثيرة قاعد تأثر عنها في عوامل طبيعية وعوامل بشرية العوامل الطبيعية اللي هو ارتفاع منسوب البحر والتغير المناخي اللي صاير في العالم قاعد يأثر على تغير الشاطئ والعوامل البشرية اللي هي التعديات اللي قاعد تصير في دولة الكويت خاصة في الأنشطة القريبة من الشاطئ الملتغى تناول كذلك محاور أخرى كالكوارث الطبيعية وحماية البيئة وإدارة الأزمات والأرصاد الجوية فضلا عن التخطيط الحضري والبصمة البيئية ثمانية ورش عمل في مجالات عدتهم الباحثين في مجال المعلومات الجغرافية ستعقد على هامش المحاضرات وسيحصل المتدرب على شهادة تفيد باشتيازه الورشة التدريبية لتلفزيون المجلس عبدالله العنزي ترجمة نانسي قنقر